جلبنا الأولى لمجتمع إحنا دايما بنقوله وده مجتمع المستقبل ده المجتمع المفترض يطلع منه العالم يطلع منه المهندس ويطلع منه العامل الحقيقي في حياتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا صلى الله عليه وسلم طبعا نحن نعتني في هذا البرنامج بالأحوال الاجتماعية قلنا قبل ذلك الثقافية الشرعية الدينية لأن الأمور أصبحت لا تحل شرعيا فقط وإنما هناك أبعاد ممكن يبقى بعد اجتماعي بعد اقتصادي بعد ثقافي الفقيه لا بد أن يلم بهذه الأبعاد حتى إذا حل المشكلة ليس فقط عندنا أن نقول الحكم الشرعي جائز وحرام تقول لي أتجوز إزاي أقول لك حرام ولا جائز مش داخلة فيها إنما تقول لي حكم الزواج أقول لك ممكن تعتليه الأحكام الخمسة التكلفية من أول الوجوب إلى الحرمة مثلا إنما إحنا عاوزين ما بعد ذلك بعد يا مولانا إن هي إجواز حنال طيب أتجوز إزاي أخطار إزاي أبن الأسرة إزاي وإحنا نهتم في هذا البرنامج تماما بشيئين مهمين إيه هم والشيئان المهمان يختصان بالأسرة كيفية تكوين الأسرة من أول أطرافها اللي هو الشاب والشابة أو الفتاة والفتاة وبعد ذلك كيفية السير مع بعضهما وتربية الأولاد ده مهمة أوي يبقى الحياة بين الشاب والشابة عند الاختيار وبعد ذلك حضرتك بعد الزواج كيف يسيران ولما يربنا يرزقهم ويرزق الجميع يربي كل مشتاق بأولاد كيف يربون هؤلاء الأولاد وتقر أعينهم بهذه التربية الأسرة هي الميزة اللسيقة بالعرب والمسلمين بمعنى إيه القبائل مسألة القبائل ومسألة العشائر ومسألة الأقارب ومسألة القرابة هذه القرابة موجودة عند المسلمين لما تنظر إلى عمود الناسب في المواريث أعتقد عمود الناسب بيعطي لزو الفروض والعصابات وفي بعض الوقت إذا انتفوا هؤلاء يعطي لذوي الأرحام يعني شو بيد ما في أحد يدلي لأحد كما يقولون أهل المواريث بصلة بقرابة إلا ويكون له نصيب إلا لم يحجبه أحد أعلى منه يعني درجة إلى الميت أو إلى المورس المحددات اللي بي نحدد من خلالها من يستحق أو من لا يستحق نعم فكل الشجرة دي اللي في المواريث جاي بحاجات تانية كتير في العصبات وفي العاقلة في الديات وأشياء كتيرة جاي فيها وجاي في النفقات هو الأب لو توفي من اللي ينفق من من تكون له الولاية عند زواج البنت مثلا أو الأخت وهكذا فعندنا الأسرة دي مهمة جدا لأن تتعلق بها أحكام شرعية فضلا عن الأمور الاجتماعية والاقتصادية في الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة وعشان كده وعشان كده نحن نحارب في هذه النواة اللي هي الأسرة عاوزين أعداؤنا من الداخل والخارج يحاولون أن يفتتوا هذه المؤسسة الصغيرة اللي هي مؤسسة الأسرة وخلي بالحظ لها إذا نجحت مؤسسة الأسرة نجحت كل مؤسسة بعدها صحيح فتنجح مؤسسة المدرسة ومؤسسة الجمعة ومؤسسة المصنع ومؤسسة الحقل ومؤسسة لو أنت في عالم الفضاء لو كل المؤسسة لو أنت أستاذ جمعة الأم المؤسسة الأولينية اللي هي بتاعة الأم والأب عاملة إيه إيه بحنا بنقول جميع نجاحات مؤسسات الدولة إنما تقوم على نجاح مؤسسة الأسرة المجتمع كيف كانت التربية كيف كانت التنشئة كيف كانت تعليم كيف كانت تدريب كيف كانت القدوة لو كانت هذه الأمور متحققة بطريقة سوية ما أظن أن أحدا يكون من أهل أصل صاحب خلق وتربية تعلم على مستوى وتدرب بعد تعليمه وهو في أسرته إلا أنه سيكون عضوا ناجحا فعالا في أي هيئة أو مصلحة أو مؤسسة أو وزارة يتعامل فيها مع الناس